في تعريف لمنظمة اليونسيف بيعرفوا في زواج الاطفال بانه اي زواج رسمي او اي ارتباط غير رسمي بين طفل تحت سنة 18 عام وشخص بالغ او طفل اخر والحقيقة الصورة اللي شفناها ما كانتش اول صورة نشوفها افكر حضراتكم في ديسمبر 2018 كان على وسائل التواصل الاجتماعي فيه صورة خطوبة الطفل فارس اللي عنده 15 سنة والطفلة نادا وقتها مامة الطفل بررت الخطوبة بان فارس ونادا بيحبوا بعض يعني احنا موهية قالت كده احنا ما عملناش حاجة غالط احنا هما بيحبوا بعض الولاد وحبينا يعني ايه نحط الموضوع ده في شكل رسمي فبرده في 2018 كان على مواقع التواصل الاجتماعي صور لحفل خطوبة طفلين في محافظة كفر الشيخ العريس عمره 11 سنة والعروسة 12 سنة والد العروسة لما سألوه عن خطوبة بنته اللي هي مش في السن القانونية قال انه شقيقة زوجته مصابة بجلطة وطلبت ابنها محمد يتخطب لبنته حبيبة علشان عايزة تطمن على ابنها محمد لو ماتت هي كده هتطمن هرجع شوية بقى يعني الـ 2016 فيه كمان صورة شفناها من محافظة دقالية كان فيه خطوبة معمولة ما بين الطفل فارس على الطفلة نانسي فارس عنده 12 سنة ونانسي عندها 10 سنين وكان فيه رقصات بقى في الحفلة وفرقة موسيقية وليلة يعني هرجع شوية اكتر في 2013 كان فيه خطوبة الطفل شمس اللي عنده 13 سنة والطفلة ايمان اللي عندها 10 سنين والحقيقة برضو في الوقت ده كان فيه لغة كبير حوالين هذا الموضوع وانا متعمدة اقول الطفل الطفلة تحية يعني دول دلوقتي خلاص زمان هم بقوش اطفال ولكن انا متشوقة اعرف الموضوع ده عمل فيهم ايه ومتشوقة اعرف فارس وندى كملوا ولا لا او شمس وايمان كملوا ولا لا وحالة ايمان ايه وحالة شمس ايه يعني انا حقيقي يعني محتاجين دراسة بقى كده على هؤلاء الاطفال اللي احنا بنشوههم منه هما صغارين طيب في ملف كل يوم بيكبر زيادة احنا كنا تكلمنا مع حضراتكم فيه امبارح ملف الحضانة او السلخانة اللي كانت بيتعز فيها الاطفال في اسكندرية امبارح كنا بنكلم عن موضوع الحضانة ده وزي المديرة كانت بتضرب اطفال لحول ليهم ولا قوة بكل وحشية وانه لو لان فيه مشرفة سجلت اصوات التعذيب لأطلت يعني بناته ولاد ما كناش عارفنا اي حاجة عن هذا الموضوع سألنا بس سؤال واحد امبارح لو تفتكروا لما الحضانة دي مشتبع وزارة التضامن والترخيص بتاعها طالع من الغرفة التجارية امال الاطفال دول بقى تابع مين مين اللي هيجيب حقهم وحق اهليهم اللي قدموا بلاغات في الحضانة في الحضانة وتأسفها في الحضانة اصلا الايام دي اخبار الحضانات والحضانات كتير يعني برضو المشهد اللي حصل في الحضانة لسه مأثر فيها كلهم اطفال لحول ليهم ولا قوة طفل ممرد او حد قال على نفسه او انتحل شخصية الممرد مغمي عينيه وبيديله الحوانة بتاعة الكانيولا ويعني بمنتهى البلادة نشر ده على المواقع التواصل الاجتماعي واحدة مديرة تحضانة بتدير المفروض يعني حاجة يعني المفروض انها تكون انها ام تانية ليهم هي كانت في منتهى الوحشية الاهالي اللي كل واحد فيهم كان بيدفع لابنه او بنته اكتر من 3000 جنيه في الشهر علشان انسانة مريدة تاخد اجرد تعذبهم النهاردة المجلس القومي للامومة والطفولة بيتدخل وبدأ ياخد اجراءاته القانونية في هذا الموضوع دكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان قال انه خط نجدة الطفل اللي هو 16 الف رصد اللي حصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وجالوا بلاغات من اهالي الاطفال اللي تعذبوا وان البلاغات اتحولت للنيابة وده بالنسبة للحق القانوني للاطفال واهليهم لكن ايه اللي ممكن يتقدم للاطفال دول اللي مروا بتجربة نفسية صعبة جدا تجربة نفسية قاسية هنا المجلس القومي للطفولة والامومة قال في حال انه يعني الاطفال دولت هيتم طبعا الكشف عليهم وهيتم تقديم الدعم النفسي ليهم والارشاد الاسري للاطفال ولأهليهم وهيعملوا عملية تأهيل نفسي للاطفال عشان يعالجوهم من الاثار النفسية سيئة جدا نسيجة البشاعة والعنف اللي اتعرضوا لي طبعا اللي حصل هو انتهاك واضح وصريح لحقوق الطفل زي ما اكد بيان المجلس القومي للامومة والطفولة وهنا بنشوف بقى اهمية وثيقة حقوق الطفل المصري وقانون الطفل لانه بعض التفاصيل بتبين ان كان فيه تحرك سريع سواء من المجلس القومي للطفولة والامومة او من خط نجدة الطفل وفعلا كان فيه تحرك سريع منهم طيب انا بس يعني خليني افكركم لاي حد مهتم يعني بالموضوع ده خليني افكركم بخط نجدة الطفل الخط ساخن 16000 او من خلال الواتساب 011-212-1600 بعد اذنك وحط لنا الارقام هي موجودة علشان تبقوا ايه شايفين هقول الارقام مرة تانية رقم التليفون مش هتتصلوا برقم التليفون ده هتبعته واتساب 011-212-1600 رقم الخط ساخن هتتصلوا بيه 16000 ده مهم جدا وطريقة مهمة جدا عشان نحمي بيها اطفالنا او اي حد يشوف وقعة من الوقائع يعني هي مش شرط تكون تخصتك انت شخصيا زي المشرفة اللي كانت بتتحمل المسئولية في الموضوع ده ما شايفت مديرة الحضانة بتعمل كده وصاقت ده وعملت كده على طول حضانة جنب بيتك حضانة في العمارة اللي انت فيها حضانة جنب شغلك حضانة وانت معدي سمعت وقال شفت حاجة بلغ على طول لانه دولة اطفال بيبقوا لحول قوة اللي تاين